اكد المتهم بطعن المؤلف البريطاني سلمان رشدي بانه يحترم المرشد الاعلى الايراني السابق روح الله الخميني لكنه لم يؤكد ان كان قد نفذ جريمته بسبب فتوى كان قد اصدرها قبل اكثر من 30 عاما وفقا لما ذكره في مقابلة وقال هادي مطر المتهم انه قرأ بضع صفحات وحسب من رواية رشدي مشيرا الى ان تغريدة اعلنت زيارة المؤلف الى مؤسسة تشو توكوا منحته الفكرة للتوجه اليها وحول رأيه برشدي قال مطر لا استلطفه كثيرا مضيفا انه تفاجأ بناجاته